بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد خذ قراءة لابتسامة الثغر في نظم مناسبة اللية القدر من نظم علمتها بكر العدني المشهور نفع الله به آمين بسم الله الرحمن الرحيم على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الآبر اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله الحمد لله الذي أجل الفكر وقدر الأشياء من خير وشر ومن بالإسلام وهو نعمة لأمة القرآن في بحر وبر أنا لهم فضلا وجودا ما له حد ولا حص لمن في الله بر سبحانه المولى الذي قد خصنا بأحمد الهاد المصفى من مضر بسم الله الرحيم خير الآنام من أتانا بالهدى على طريق الحق من حيث صدر وبعد فاعلم أننا في نعمة كبرى بما قد من مولانا وسر قد زادنا فضلا وأعطى منحة في شهر رمضان المحلى بالدرر وخصنا بليلة ما مثلها بين الليالي ليلة الفتح الآغر ليلة قدر في الكتاب ذكرها بصورة تذكرها بين السور فيها التجلي من إله واحد على العباد المخلصين في البشر من قائم وراكع وساجد وقارئ قرآن فيض وعبار من ذا يحيط الفضل أو يحده في مثلها فيض لها لا يحتصر لأنها منحة من لا غيره رب الوجود الخالق المعطي الأبر الواهب القدوس رحمن الورى رحيمها الوهاب خلاق الصور وهذه منظومة ضمنتها ما جاء عن ليلة فيض منتظر فيها التجلي والرضى من ربنا لكل عبد قام فيها وابتدر يرجو من الله الكريم فضله والعتق من نال العذاب في سقر فنسأل الله الكريم أهمة ننال منها نفحة تجل الكدر نقى بها في سلم التوفيق كي نسير في ركب الميامين الغرر أهل التقى أهل النقى أهل الصفى من صالح ومغبط يقف الأثر على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الآبر اللهم صلي وسلم وبرك عليه وعلى آله فضائل ليلة القدر وثوابها قد سميت بليلة القدر لما خصت بعذم قدرها مما بهر كألف شهر فضلها فيما مضى مضاعفا إن شئت هذا المدخر ليلة عدل وسنام وافر لا يخلص الشيطان فيها للأسر ممن يقيم شرطها ويرتدي جلباب إخبات لمولاه الأبر وأن فيها أنزل القرآن في غار حراء ليلة الفتح الأغر تعادل الدار المديد ربة لما لها من بركات تنتظر تفتح الأبواب في أوج السماء ويرفع البلاء من أمر القدر ويكتب الحج لمن وفقه والعفو مكفول لمن بالذنب قر ما جاء في ثوابها مقرر عن النبي المصطفى خير البشر حلمان وحلمان كل الخير في طول المدى لمن تولى وبسر جبريل يأتي قائدا كوكبة من عصبة الأملاكية طول السفر ينشرهم جبريل في الناس على أفجاج أرض الله من حيث صدر يصافحون كل عبد مسلم صلى وقاما ودعان إلى الوطر يؤمنون دعوة الداعمة ما قد دعى حتى إذا الفجر ظهر عدوا إلى رحب السماء صعدا وقد عف الرحمن صفحا وغفر إلا لذي خمر وذي قطيعة وذي عقوق أو لشحناء ضمر وأكل مال الحرام طمعا أو مال أيتام وسعي في ضرر من قام فيها صادقا محتسبا ينال غفرانا لذنب قد عبر ولو حضور مورب مع العشاء في حدها الأدنى يثاب حضر والاعتكاف في بيوت أسست من أول الأيام بالتقوى اعتمر وكثرة استغفارنا وذكرنا لله والتسبيح في جوف السحر وبدل مال لفقير متقع وستر عال قد بدى ما يستتر وستر عال قد بدى ما يستتر والنصح والتوجيه فيما ينبغي لمن أعافر للليالي واعتبر على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر اللهم صلي وسلم وبركاته وعلى آله ليلة القدر المباركة إحدى لليالي شهر رمضان قد ورد النص على تفضيلها بين الليالي مثل ما جاء الخبر في شهر رمضان وليس غيره وكملها شأن عظيم معتبر في آخر الشهر لعشر بقيت وقيل سبع للحريص مدخر تواتر الحديث في أوصافها وما أعد الله فيها من نظر واختلف التعين في ليلتها ووقتها الأوتار في العشر الغرر وقيل في السبع التي قد بقيت ومن يريدها يلتمس وقت السحر وقيل في ليلة بدر مثل ما قد جاء في القرآن وصفا مشتهر وقد بدى خير الأنام ليلة ليخبر الأصحاب عنها في حاذر فكان ألاحى فلان غيره فرفع التعين مما قد بذر وقال طا هلتمسوها طلبا في العشر أو في السبع أو تارا غرر وقال قد أريتها في ليلة لكنني أنسيتها محضل القدر سجدت في ماء وطين صبحها علامة تبقي على الواجه آثر فجاءت الأمطار في ليلتها وسجد المختار في طين المطر وليلة تذاكر ظهورها فقال طاها من رأى ضوء القمر كمثل شقي جفنة أريتها من آخر الشهر كما جاء الخبر والاختلاف حكمة في أمرها سلم لهذا الأمر إن شئت الظفر فحكمة المولى لهواياتها تأتي على ما يقتضي أمر القدر وكم ترى مجادلا في شأنها فنم صفاء الوقت وتركهم وذر لأنها ليلة سر خالص فيها انفعال واضح لكل بر قد خفيت لحكمة وظهرت فضائل لحكمة تجل النظر باقية لآخر الدهر على مر الزمان مثل ما نص الخبر على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الآبر اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك عليه وآله ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويوصي به في نية القدر قد جاء في الآثار أن المصطفى يحيي بها الليل إذا الليل اعتكر معتكفا عشر ليالي كلها وموقظا لأهله وقت السحر يشد للمئزن فيها قانتا لله لا يلوي على دنيا البشر وسألت عائش عنها لو رأت ماذا يقال من دعاء مختصر فقال قولي يا عفو وعافنا أنت الذي تعفو لمن منك عتذر وسن فيها الذكر أو حر الدعاء ومثله القرآن في طول السهر كذا صلاة الوتر صلىها ولم نترك صلاة الليل من حيث استقر أما التراويح ليالي قامها ولم يواصل فعلها بين الزمر بل قال أخشى فرضها في أمتي ولم تعد إلا على عهد عمر أقامها عشرين صار سنة وموقفا منه استمر وانتشر وقد رأى المختار حبلا قد بدى بين الخباف العشر لما أنعبر فقال ما هذا فقالوا إنما لزينب تقوى القيام في السحر فقال ألبر أردتن كذا وقطع الحبل وقال لا وزر عليكم فعل الذي يطاق من طاعة رب دون إحداث ضرر علم نبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر اللهم صلي وسلم وبرك عليه وآله علامات ليلة القدر ليلها وصبحها أشار أهل العلم عن أخبارها ما يقتضي شرح العلامات الغرر ليلتها سمحا ولا حر بها باردة من غير ما ثلج وقر ولا سحاب في السماء ثائر ولا رياح أو يرى فيها خطر وشمسها بيضاء في الصبح ترى باردة شعاعها عند النظر لكثرة الأملاك حين يصعدوا إلى السماء حجبوا عن البصر في كل أرض حجبها مقرر بحسب الوقت متى الضبط استقر فالليل في مداره منتشر في كرة الأرض بطيئا حيث مر والسر في التصديق من غير امترى ومن يماردعه في الغي وذر فكم ترى من غافل عن فضلها وكم ترى من جاهل غر بسر وكم ترى في عصرنا منتائه في مهمه الدنيا على كر وفر تأتي ليالي القدر في أوقاتها والقلب مجهول عن الفتح الأغر والنفس لا تهوى سوى ما سرها من لذة الملوف ما بين البشر إن كانت الليلة هذه وعدها فاكرم إله العبد أنت المدخر لتعطينا من فضلها أجزله والحاضرين ولمن أوصى ومر أمين منك الفضل يرجى دائما يا مكرم الجاني بعفو لا يذر على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر اللهم صليه وسلم وبركاته والآله ما يجب على المسلم فعله في ليلة القدر من واجب المسلم في أوتارها تعرض لنيلها بحرا وبر صلاة عشاء في جماعة والفجر والليل القيام في السحر إلى التراويح ووثر ودعا وكثرة الذكر مولانا الأبر مع الصلاة والسلام كلما أحيا الفتى ليلة بالمعتبر وليغتنم ليلتها بزورة للوالدين أو لشيخ معتبر يدعو له بالخير أو ذي رحم يوصيله أو صدقات تبتدر ولا يشاحن أحدا بل ينبغي تسامح ولا عفو عما قد صدر من جارس أو صديق مصرف قد قال شيئا أو أتى محضى الضرر وليقرأ القرآن في صلاته وليجعل القرآن معشوق السمر وكم ترى من قارئ مرتل وحافظ مستغرق يقرى السور وليجعل الأوتار مثل غيرها لا يرتكس في الإثمين غاب القمر ولا يقول قد ذهبت وما لنا حظ ولا لنا كما نرجو الوطر الشهر في ساعاته ما يرتجى ليلة نارا فالكريم لا يذر أوله مماثل آخراه فغنم جميع الوقت واحذر فعل شر ورس على نيل الثغاب دائما فالله باق لو مضى الشهر ومر والصالحون يرتجون ربهم في كل يوم له مكر وفر وليلة القدر لهم في عمرهم كل الليالي حيثما طاب السعر الحمد لله على هذا العطى سبحانه المانح من والى وبر نرجوه فرلا دائما مباركا دينا ودنيا حضرا أو في السفر النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر اللهم صلي وسلم وبرك عليه وناله الخاتمة والدعاء حمدا لرب المكرم بلغنا شهر العطاء الصرف شهرا معتبر أوله الوفران وهو مطلب والوسط الرحمة من رب آبر والآخر العتق من النار التي يأوي إليها كل مخذول كفر والعشو فيها السر من حيث بدى للصالح الأواب محمود السير كم جدت فيها يا إلهي كرما بالفيض والإحسان في بحر وبر أعطيت محتاجا وأوصلت الذي قد كان مقطعا بما القلب جبر أحييت ميت القلب والروح لمن نادك يا مولاي في وقت السحر كم وارد قد تاه في إعراضه وفاه وعد الغيث يهميك المطار كم مدقع في العيش يشكو ما به من قلة الأسباب عانى وافتقر أوليته الأرزاق يا مولى العطى أوليته الأرزاق يا مولى العطى والفضل والإناس بالمنح استقر كمعاكف في الغي لا يدري بما يطويه سر الغيب من أمر القذار وفاه فتح الله في غفلته في ليلة القذر التي تحوي الدرر يا ربنا يا من إليه المشتكى فيما نعاني من سواك المدخر من يكشف الأضرار إنحى اللبنا والكرب والحرب الذي أضنى البشر والفقر والعوز الذي عم القرى والهم والغب الذي أعم البصر والمكر والتجويع في أرزاقنا والهدك والإذال في عرض الصور والفسق في التعليم من حيث ابتدى والدمج للجنسين مفتاح الضرر والجهل والتغريب في عادتنا والشك والتحريش ما بين الأسر يا ليلة القذر التي ما مثلها بين الليالي حظنا منك ابتدر لولا كريم الجود يهدك لنا بالمصطفى المختار مع حسن النظر كوني لنا عولا لليل المبتوى فالمبتوى منا رضا المولى الأبر يكفي الرضا حظا إذا ما ناله عبد فقد حاز المقام المعتبر مولايا شهر العطق يطوي ثوبه عنا ولا ندري بما منه عبر من كان مقبولا على ما شابه أو من ترى المردود من سوء السير من حظه الخذلان في شهر العطاء أو من ترى المرفوع في أعلى الديار وفر إله حظنا والطف بنا لطفا جميلا واجعل الخلد المقر وازبل علينا سترك الضافي على أز وتيسير وعون وظفر كم جدت يا مولايا في شهر العطاء من حن تساوى بين مقبول وبر حبب إلينا عملا ترضى به فالحال لا يخفى وقد عمى الضرر صرنا خرافا بين ساحة الفنى أو مثل به من دون مراع زأر الغارة مولاية تجلي كربنا فالأمن والإيمان يجلي للكذر في ليلة فاقت على ألف مضت من أشهر الأزمان يسر ما عسر هيئ لنا الأسباب وكرم جمعنا واربط عرانا بالنبي طهل أغر صلى عليه الله ما الليل سجاء والآل والأصحاب ما الفجوهر على النبي المصطفى وآله وصحبي صلاة مولانا الأبر اللهم صل وصلا وبرك عليه وعلى آله اللهم صل وصلا وبرك عليه وعلى آله اللهم صل وصلا وبرك عليه وعلى آله محمد بعدد خلقك ولضاء نفسك وزارة عرشك ومداء كامتك إلهي نجي من كل ضيخ فأنت إله هنا مولى الجميع وحب لي في المدينة المستقرة ونسخة ثم دفن في البقية وفي اللي والوالدي والمشيخ المسلمين آمين